اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح طرق تنظيف اللسان شرب الكثير من الماء بما يعادل لترين يوميا على الاقل اذ يساعد شرب الماء على منع تراكم البكتيريا والفطريات على سطحه الغرغرة حيث تتم الغرغرة بالماء الفاتر ثلاث مرات يوميا على الاقل للتخلص من اي رواسب على اللسان ويفضل الغرغرة بمحلول معقم ايضا وهو نفسه غسول الفم او بمحلول ملحي التقليل من تناول السكريات لانها تزيد من تراكم البكتيريا الضارة على سطح اللسان تنظيفه باستخدام الفرشات الخاصة باللسان وهي فرشا شبيهة بفرشات الاسنان تقوم بكشط السطح على اللسان وازالة الطبقات المتراكمة على سطحه ويجب رش القليل من الملح على سطحه ومن ثم استخدام الفرشات مع الانتباه جيدا لعدم عمل جروح فيه استخدام زيت جوز الهند الذي يوضع مباشرة على سطح اللسان فيزيل الاوساخ عنه ويساعد في التئام الجروح والتشققات الحاصلة فيه تناول اللبن الزبادي الذي يمنع بيضاد سطح اللسان ويزيل البكتيريا التي تنمو على سطحه تجهيز مزيج يتكون من ملعقة صغيرة من بودرة الكركم ونصف كوب ماء ووضع هذا المحلول مباشرة على اللسان ومن ثم وضع العسل حيث يعتبر الكركم من أفضل وسائل تنظيف اللسان الطبيعية استخدام غسول يتكون من خل التفاح المخفف بالماء حيث يعمل خل التفاح على قتل البكتيريا الضارة المتراكمة على سطح اللسان والتخلص من رائحة الفم الكريهة الغرغرة بمنقوع أوراق النعنع الطازجة لأن للنعنع العديد من الخصائص الطبية العلاجية التي تقضي على الفطريات والبكتيريا المتراكمة على سطح اللسان وفي الفم بشكل عام كما يمنح الأنفاس رائحة منعشة انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات